إيران هي الدولة الأولى في العالم في إعدام الأطفال هذا ما أقره تقرير لمنظمة هيومين رايتس حول الإعدامات في إيران كما ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أيضاً أنه وخلال الأعوام الماضية فقط تم إعدام الكثير من الأطفال دون الثامنة عشر في إيران وأن هناك أيضاً المئات منهم قابعون في السجون في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم الإعدامات بالنسبة للأطفال هي الدولة الأولى في العالم حسب الأحصائيات الموجودة طبعاً الحقيقة الأحصائيات هي غير دقيقة لأنها اجتهاد لناشطين أو اجتهادات فردية بينما نعرف بني إيران لم تسمح للمنظمات حقوق الإنسان ومنظمات الأخرى دخول السجون أو أن نحصل على وثائق أو نحصل على إحصائيات دقيقة بالنسبة للإعدامات للأطفال ولكن لدينا وثائق وأدلة أن الإعدامات في إيران إعدامات يومية ورغم المناشدات الدولية المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية للنظام الإيراني العدولة عن حملاتها المستمرة في الإعدامات التي تطال الأطفال والكبار على حد سواء وخاصة ممن يخالفون النظام في آرائهم كما حصل مؤخرا في الإعدامات التي طالت أكثر من عشرين شابا كرديا من كردستان إيران بتهمة ملفقة ودون محاكمة عادلة الوضع الداخل الإيراني الآن وضع هش فإيمانا مننا ومعتقدين أن سوف ترتكب مزيد من المجازر خاصة بحق الشعوب غير الفارسية فقبل فترة كانت هناك عدامات جماعية بحق الأكرات وكان من بين هؤلاء الأكرات العشرين هؤلاء الذين عدمتهم إيران كان منهم تحت عمر 18 سنة وبحسب توقعات المحللين والمتابعين للشأن الإيراني أن وطيرة الإعدامات ستظل قائمة بل وتأخذ منحا تصاعديا في ظل ازدياد النقمة الشعبية والجماهيرية ضد السياسات النظام سواء في الداخل من خلال القمع والترهيب وتجويع الشعوب والأقليات أو في الخارج من خلال دعم الميليشيات والجماعة الإرهابية في دول المنطقة وتمويلها بالسلاح والأموال الآتية من خزينة الشعب سامن فخري الإخبارية